نظمة الهيئة الوطنية للوسطى والحوار لقاءً مع فواعل الحراك لخمس ولايات من الغرب الجزائرية يتعلق الأمر بولاية وهران، تيلمسان، سيدي بالعباس، تيارة، وعين تيموشنت قدم شباب وطلب من هذه الولايات خلال اللقاء الذي افتتحاه منسق الهيئة كاريم يونس مقترحة تتعلق بصبل تجاوز الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد منذ 22 فبريل منصر وتمحورت جل المقترحات على ضرورة الذهاب أقصى السرعة لتنظيم رئاسيات مع ضمان شروط الضرورية على رأسها هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات التغطية لفاتما الزهر حماتي مع الجميع على هذه النقاط الأتية وهي أولاً ضرورة جدولة عمل الهيئة في إطار إيجاد لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات وهناك من دعا إلى إيقالة حكومة بدوي وقال بأنها ضرورية حتمية لإنجاح هذه الانتخابات والتي ستكون نزيها لأول مرة في تاريخ الجزائر وكذا هناك من نص على ضرورة أداء القسم أي لتجنب التزوير جميع أعضاء اللجنة التي ستشرف على الانتخابات وهناك أيضاً من دعا إلى تطهير لجنة الوساطة والحوار أصلاً من بعض العناصر التابعة لفلول الأنظمة السابقة وهناك من دعا إلى ضرورة إضافة أشخاص آخرين نزهاء ودوزن ثقيل لتمر الرسالة إلى جميع الأشخاص وجميع شرائح المجتمع دون استثناء أطلب رفعوا مطولاً خلال مداخلاتهم لضرورة الجروس إلى طاولة الحوار وانتخاب رئيس الشرعي بكامل السلاحيات أهم المقترحات التي قدمها الشباب في مايكروفون زميلة فاطمة زهر أحمد نجاح البلاد هو التسريع بانتخابات رئاسية لأن البلاد الآن في حالة عدم استقرار نقدرهم نقول الحل الوحيد هو انتخابات رئاسية مسبقة تكون تحت إشراف العدالة التي مشهود لها حالياً بالصدق المزدقية نحن كما سبق وقلت أننا ضد أن يكون من كان هو الأزمة أن يكون جزء من الحل يعني لا يمكن أن نتحاول مع الأفلال والأندي وكل من دعم العودة الخامسة ورهيلة ليس كبيرة ومتكملش أيضاً نحن ضد أن نختصر المطالب في لجنة مستقلة يعني سيفريل لجنة مستقلة هي من مطالب الحراك ولا بد من الإسرع في انتخابات رئاسية ولكن أيضاً لا بد من أن يذهب بدوي وحكومته لأنهم مرفوضين شعبياً نحتاج حوار عملي حوار يخرج لنا بخطوات عملية اللي هي بش نروح لتنظيم انتخابات نازيها وآلياتها الآليات على الانتخابات نازيها لجنة مستقلة تكون هي تشرف وتنظم وتراقب الانتخابات وفي نفس الوقت تعلن عن نتائج الانتخابات وحتى تمشي حتى في فصل فطعون الانتخابات أنا نقول للشباب هادو يو في وجه ربي في وجه ربي راهم حالين هانا والله رواحوا المقر هنا المركز التقافي في الجزائي العاصمة راهم فاتحينها للجامعة رواحوا ودخلوا ويجمعوا وتحاوروا مكانش مشكلة بس ها ما تخلوش ناس فازدين تعطوهم الفرصة يجوا يتحاوروا هانا نقدم نحن اقتراحاتنا بكل حرية ترجمة نانسي قنقر